اشتركوا في القناة خطوات ايجاد منطقة الحل لمتباينة من الدرجة الاولى بيانية اولا نرسم خط الحدود للمتباينة باستخدام الخط المتصل في حالة اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي والخط المتقطع في حالة اكبر من او اصغر من كما تعلمنا من الحصة الماضية ثانيا نقوم بتحديد المنطقة التي تمثل جانب منطقة حل المتباينة ولتحديد هذا الجانب نختار اي نقطة من احد جانبي خط الحدود اي نقطة تقع على احد جانبي خط الحدود ثم نعوض بها في المتباينة اذا نتج عن ذلك التعويض عبارة صحيحة يكون هذا الجانب هو جانب منطقة الحل ولكن اذا نتج عن ذلك عبارة غير صحيحة يكون الجانب الاخر هو جانب منطقة الحل بمعنى اننا نختار اي نقطة تقع على احد جانبي خط الحدود ثم نعوض بها داخل المتباينة اذا تحققت المتباينة وكانت عبارة صحيحة فان ذلك او تلك المنطقة هي منطقة الحل ان لم تكن مثلا المتباينة عبارة صحيحة اذا منطقة الحل هو الجانب الاخر ثالثا في حالة وجود اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي تتكون منطقة الحل من جميع النقاط الواقعة على خط الحدود بالاضافة الى جميع النقاط الواقعة على جانب منطقة الحل يعني اذا كان اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي فان النقاط التي تقع على الخط نفسه خط الحدود نفسه تعتبر من ضمن مجموعة الحل رابعا نظلل المنطقة التي تمثل منطقة حل المتباينة عند اختيار منطقة حل المتباينة مناسبة فاننا نظلل تلك المنطقة دعنا نرى مثال مثل بيانيا منطقة الحل للمتباينة سين زائد صاط اكبر من 3 اولا نرسم خط الحدود عن طريق ايجاد المعادلة المناظرة تحويل المتباينة الى معادلة يعني سين زائد صاط يساوي 3 ثم نختار السين بصفر وبالتالي السين راح تكون ساوي 3 سوي الجدول سين وساط صفر وثلاثة وثلاثة وصفر هذه النقطتين صفر وثلاثة وثلاثة وصفر خط الحدود هنا يكون متقطعا ام متصلا نعم متقطع خط متقطع لماذا لا يوجد يساوي لا يوجد يساوي الآن مثلنا خط الحدود بقي لنا تمثيل منطقة الحل نختار نقطة تقع على احد جانبي خط الحدود ولتكون النقطة مثلا صفر وصفر النقطة صفر وصفر ثم نعوض بالنقطة الصفر وصفر داخل المتباينة هذه هي المتباينة هو في رأس السؤال نعوض عن السين بصفر كذلك نعوض عن الصاد بصفر يعني الصفر زائد صفر اكبر من ثلاثة طيب هل الصفر اكبر من ثلاثة هل هي عبارة صحيحة ام عبارة خاطئة نعم عبارة خاطئة عبارة خاطئة لأن الصفر ليس أكبر من ثلاثة وبالتالي منطقة الحل ستكون المنطقة الأخرى وليست المنطقة التي فيها الصفر والصفر هي المنطقة المقابلة المنطقة المقابلة هذه المنطقة فيها صفر والصفر المنطقة صفر والصفر لما عوضنا بها داخل المتبينة عطتنا عبارة غير صحيحة فبلذلك سوف نبلل المنطقة المقابلة مثال آخر مثل بيانيا منطقة الحل للمتبينة 2 سين زائد 4 صاد أكبر من أو يساوي 12 كما في المثال السابق نرسم خط الحدود عن طريق تحويل المتبينة إلى المعادلة المناظرة وهي 2 سين زائد 4 صاد يساوي 12 ثم بالتعويض عن السين بصفر نحصل على الصاد يساوي 3 كذلك عندما نعوض عن الصاد بصفر نحصل على السين تساوي 6 سين وصاد 0 و3 و6 و0 هاتين النقطتين سوف نمثلهم على خط العداد 0 و3 و6 و0 على المستوى الإحداثي عفوا 0 و3 و6 و0 هنا خط الحدود يكون متصلا لماذا؟ لماذا متصلا؟ لأن المتبينة أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 12 فلذلك خط الحدود لابد أن يكون خط متصل طيب لتمثيل منطقة الحل نختار قيمة أو نقطة تقع على أحد جانبي خط الحدود ولتكون النقطة صفر وصفر ثم نعود بها الداخل المتبينة بمعنى أننا نضع السين بصفر ونضع أيضا الصاد بصفر يعني 2 ضرب صفر زائد 4 ضرب صفر يعني الطرف الأيمن كله يساوي صفر هل الصفر أكبر من أو يساوي 12؟ العبارة ليست صحيحة العبارة ليست صحيحة وبالتالي المنطقة هذه هي منطقة غير صحيحة المنطقة الحل وهي المنطقة المقابلة هذه هي المنطقة المقابلة للمنطقة صفر وصفر هذه تعتبر منطقة الحل طيب ماذا عن منطقة حل مشترك لمتبينتين؟ يعني في المسألتين السابقتين كان معطى لدينا في السؤال متبينة واحدة بينما هنا متبينتين والمطلوب هو إيجاد منطقة الحل المشترك نفس الطريقة سوف نرسم خط الحدود لكل من المتبينتين بنفس الطريقة السابقة المعادلة المناظرة نختار قيمة السيم صفر وبالتالي الصاد تساوي ثلاثة الصاد بصفر وبالتالي السيم تساوي ثلاثة الزوج المرتب صفر وثلاثة وثلاثة وصفر النقطتين صفر وثلاثة وثلاثة وصفر هذا عن المتبينة الأولى المتبينة الثانية كذلك نوجد المعادلة المناظرة خمسة سين زائد اثنين صاد يساوي عشرة ونختار السين بصفر الصاد يساوي خمسة كذلك الصاد بصفر السين تساوي اثنين النقاط هي صفر وخمسة واثنين وصفر نمثل في المستوى الاحداثي المستقيم الأول صفر وثلاثة هذا صفر وثلاثة وثلاثة وصف هذه صفر وثلاثة وثلاثة وصف ثم خط الحدود هنا خطا متقطعة لماذا لا يوجد يساوي أصغر من ثلاثة طيب بقي لنا معرفة منطقة الحل نختار قيمة أو نقطة صفر وصفر تقع على أحد مثلا جانبي وليس شرطا نقطة صفر وصفر أي نقطة تقع على أحد جانبي خط الحدود أي نقطة ولتكن احنا بناخد صفر وصفر للتسهيل لسهولة التعويض داخل المتبينة فنعوض عن السين بصفر وكذلك الصد بالصفر إذا صفر زائد صفر صفر أصغر من ثلاثة نعم الصفر أصغر من ثلاثة عبارة صحيحة إذن المنطقة التي تحتوي على النقطة صفر وصفر هي منطقة صحيحة هي منطقة صحيحة هذه هي منطقة منطقة الحل بالنسبة للمتبينة الأولى دعنا نرى المتبينة الثانية وهي الصفر وخمسة والنقطة الأخرى اثنين والصفر خط الحدود هنا خطا متصل نعم خطا متصل وجود يساوي بقي لنا أن نمثل منطقة الحل نختار أيضا النقطة صفر وصفر تقع على أحد جانبي خط الحدود ونعوض بها داخل المتبينة فرح يكون خمسة ضرب صفر زائد اثنين ضرب صفر يعني الطرف الأيمن كله صفر صفر أكبر من أو يساوي عشرة هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم ليست صحيحة هي عبارة ليست صحيحة إذن سوف نضلل المنطقة المقابلة للنقطة صفر وصف وهي المنطقة الثانية نعم هذه هي المنطقة منطقة الحل من هنا نرى منطقة الحل المشترك المنطقة التي تم تضليلها مرتين سواء في المتبينة الأولى والمتبينة الثانية المنطقة التي تم تضليلها مرتين هذه نعم هذه هي المنطقة التي تم تضليلها مرتين هي تعتبر منطقة الحل المشترك طيب مثال آخر مثل بيانيا منطقة الحل المشترك للمتبينتين بنفس الطريقة السابقة وعن طريق المعادلة المناظرة نفرض أن السين تساوي صفر وبالتالي الصاد يساوي اثنين الصاد يساوي صفر وبالتالي السين تساوي اثنين سين وصاد صفر واثنين والسالب اثنين والصفر كذلك بالنسبة للمتبينة الثانية المعادلة المناظرة هنا صاد يساوي سالب سين زائد واحد نضع السين بصفر وبالتالي الصاد تساوي واحد ثم نضع الصعب بصفر وبالتالي السين تساوي واحد النقاط تكون صفر وواحد وواحد وصفر طيب نمثل المستقيم الأول أو المتبينة الأولى صفر واثنين سالب اثنين وصفر خط الحدود هنا خطا متقطعا نبحث عن منطقة الحل باختيار نقطة صفر وصفر تقع على أحد جانبي خط الحدود نقطة صفر وصفر ثم نعوب بها داخل المتبينة صفر أكبر من اثنين العبارة ليست صحيحة ليست صحيحة لذلك سوف نضلل المنطقة المقابلة نعم هذه هي المنطقة المقابلة المتبينة الأخرى صفر وواحد وواحد وصفر خط الحدود هنا خطا متصلا نعم خطا متصلا نختار نقطة تقع على أحد جانبي خط الحدود والنقطة هي صفر وصفر ثم نعوب بها داخل المتبينة يعني صفر أصغر من صفر زائد واحد يعني صفر أصغر من الواحد نعم عبارة صحيحة هذه عبارة صحيحة صفر أصغر من واحد وبالتالي هي منطقة صحيحة المنطقة التي تحتوي على صفر وصفر هي منطقة حل لتلك المتبينة نضلل هذه المنطقة أين هنا منطقة الحل المشترك؟ المنطقة التي تم تضليلها مرتين نعم هذه هي المنطقة التي تم تضليلها مرتين هذه منطقة الحل المشترك إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا على أمل أن نلقاكم في حصص المقبلة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر